السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم اخواتي في الخناس. معكم فاطمة المسابية اليوم ما ان شاء الله للبناس بغيت نشارك معكم. هاد الروز هاد الروز البيض اه صراحة بجوش تفويرات صفاق كي يجي من قلد مياه لبناس كي يجي خزير وكي يجي حبة حبة. مهم اخواتي ما نطوش عليكم تزم المقاطر للطراق التحليق. اه هنا في هاد الكوب بوطن البناس كيف ما قد شوفوا معي عندي اترو ديال الماء طيب. كيف ما قد شوفوا معي درت فيه شوية ديال المليحة. وغندير فيه واحد معي القاد يزيد نباسي البناس. وغنديرو فيه هاد الزلافة هادي ديال الروز. صراحة الروز البناس كي يجي ما نعودش لكم. كي يجي زوين بزاف وكي يجي حبة حبة ما كيتعجن ما وروا بها الطريقة هادي. مهم احواتي. هنديرو الروز في في الكوكوط. وغدين رجعوه آآ رجعو الكوكوط فوق البوطة. المهم غير غيبدي اغلالينا صافي غدين تفاو على على البوطة. ما نتفاو عليها. مهم انتم البناس اللي داست خمسة طقاق كيف ما كتشوفوا معي اراه كي يغلق. خمسة طقاق ما نفوتوه شر البناس. صافي غدين تفاو عليه. وغدين صفيو ها البناس هنا في الكسكاس. مباشرة لحقاش غدين فوروه. يعني غدين خدينو هاداك المانيس. غدينزيدو على اغير شي حاجة قليلة. يعني فشي فور لنا آآ هد الروز هادا. غنزيدو شي حاجة دي المقليلة في في البرمان. المهم. غدين خليوه حتى يتسقطر مزيان هاد الروز كيف ما كتشوفوا معي اهنا. راح تسقطر مزيان كي ينشف. صفي البناس ونا رديتو فوق البوطة. غادي فور. غادي نغطيها البناس بو حد الزيف يكون نلقي. ونغطيه بشي قفالة او تبسيل. وغادي نخليوه فور. حتى يطلع الفار. راح ضغية كيوجد. وخد سمعوه جوج فورة راح ضغية كيوجد. مويمة البناس هنا بعد ما فار لنا تقريبا غدا يستغرش يا خمسة دقيقة هكا ولا آآ يعني ما كاملش عشر دقيقة. هسا في البناس هو فار لنا هنا. غادي نحيدو غادي نزلو فوق آآ غنديروه هنا في في القصرية. مويمة البناس كيف ما كتشوف معي دلت شوية دي الملح. وخادرنا الملح المرولة في المولك راح تسفينا. وغادي ندير شوية دي الزيس. حيث هاديك المليحة ودك الزيت اللي دلنا المرولة كلهم يعني بشوف في في الماء. سوف نحاول نبرد هده الروس هادا هكا به هاد المعالقة. مويمكن خدموها بهالطريقة هادي. هالطريقة سهلة جد بسيطة جدا ما شيشي حاجة اللي صعيبة. وغادي نسقيوه بوحد نصف كاس ديال الحليب. نصف كاس ديال الحليب هنسومها البناس. مويمة روز الكيميارات قريبا خمسمائة كرام. راح نسكيلو البناس حيث باقي قسم ساعة لنجوش باقي فيا كيلو. مسلا نادرنا كيلو غادي نديرو كاس ديال الحليب. مويمة هنحاول هادا نصف كاس ديال الحليب. غادي ندخلو القنصقي بها الروز. وهو كيشرب انا كنصقي وكنخدم فيه بيديو. في نفس لقطة كيشرب هاداك الحليب كله. حتى نكمل هادك نصف كاس اللي عندي. كما يبهانتهم البناس كيف ما كتشوفون من اللي يشرب الروز هاداك الحليب كله. سعفيك نعود تردو الكسكاس. سفين عادي رجعو الروز ديالا الكسكاس. وغادي نعودو نديرو هفور الفورات الثانية. سعفو عليها من بعد ان شاء الله غادي سعفي نسكيو. يعني نوجدوه. صراحة انا كنديرا ديك الطريقة ديالا الكوكوت ولا غير في شي قامي لا كندير مسلا هزلا فادي الروز وجز غيف ديال الماء. او كي تبعها قبله. ولكن سهالطريقة صراحة كتجزوينة مرة مرة نغيرو. مهم هاد ازا هي عجبات كي يجي زبين بزاف كي يجي بنين. مهمة الناس هنا ارطيتو اي فور المرات الثانية. وقدرت ليه نفس الطريقة في حشك المرة اللولى. كنغطيه بيتك لزيف يكون نقيسة في وكن نحط عليه شي قفال وكنخليه اي فور مزيان. مهمة ما كياخدش كما قد لكم شي خمسة دقائق ولسبعة دقائق. صافي. مهمة تخليو شي فور بزاف حتي تتعجي لكم لانا وديجة ديال احنا في الماء طيب حلم سلوق. صافي البنز هنا من الليفار صافي. هدي ندير هنا ايه واحد معلقة. ندير الزبدة. مهمة شوفونتو مش من نوع ديال الزبدة كتستعملوا. انا درس هادي سنترال صراحة كتجي زبينة كتجي بنينة. مهمة نخدموها كافة الروز حتى كتدوه. ومن بعد كنزيتوه سكر غلاسي مهمة بناس كد انا درت سكر غلاسي ممكن تديرو السنيدة. ولكن انا كنفضل سكر غلاسي لحق السنيدة كتلق الماء. صافي البنات يعني لحسب الحلاوي اللي بغيتو نتومه. ومن بعد كنقدموه. اه في شي طبي سيلو وكنزينوه يعني دزين باش ما بغيتو. انا درت درت عادي. هادي غاية ديال نحنا يا صافي غاية ديال الطار درت عادي يا در زين تغيب شوية سكر غلاسي وبشوية ديال القرفة. يعني ديك السفات العادية اللي كانو اللي كانو كيدلو الناس ديال زمان. ماشي بريستيج غير. السفات ديال الروز بسيطة جدا عادية. صافي البناتو كنبقى هكا كننخدم. وكندوق هلحسب الحلاوة. ومن الاحسن الواحد ما يقويش سكر بالساف. كان ديرو افت باي سلاتو اللي كتعجبو الحلاوة راي بقي ياخدو يدير قدامو. صافي البناتو هاد شي اللي كان مهم اخواتي هدوش كالنهائي. آآ سفات ديال الروز. كتجي ببنينة جزايف والله الحادي كتجي روعة 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 بسيطة. نتمنى الفيديو يعجبكم. ما بيدي جديد ان شاء الله. في امان الله وحفظي مع السلامة.